خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت فاتورة رواتب الدولة العراقية بمقدار سبعة تريليونات دينار اضافية لتصل الى سبعة واربعين تريليونا بعد ان كانت اربعينا عام الفين وتسعة عشر وفقا لمؤسسة عراق المستقبل المتخصصة بالاحصاءات والتخطيط الاستراتيجي ففي مجلس النواب وبعد ان كانت رواتب اعضائه تكلف الموازنة نحو اربعمائة وثمانية مليارات دينار في الفين وتسعة عشر ارتفعت التكاليف الاجمالية للمجلس بمقدار ستة عشر بالمئة بواقع خمسمائة وواحد وثمانين مليار دينار سنويا ضمنها اربعمائة واربعة وسبعون مليارا معاشات لأفراد بيت التشريع مؤسسة عراق المستقبل ذكرت ان كل نائب يكلف خزينة الدولة مليارا وثمانمائة مليون دينار سنويا بحساب مائة وخمسين مليون دينار شهريا وخمسة ملايين دينار يوميا وبالوغة النفط على اعتماد معدل سعر البرميل بخمسة وسبعين دولارا اي ما يعادل مائة الف دينار فان تكلفة كل نائب تبلغ ثمانية عشر الف برميل من النفط سنويا و الفا وخمسمائة برميل شهريا وخمسين برميلا كل يوم اما التكلفة الاجمالية لمجلس النواب فتبلغ نحو ستة ملايين برميل نفط سنويا وخمسمائة الف برميل شهريا وسبعة عشر الف برميل في اليوم الواحد